تعد مسابقة القرأة العالمية التي تقام في نسختها الثالثة الأولى من نوعها على مستوى العالم وهي من إنجازات العهد الزهر لجلالة الملك المفدى حفظه الله الذي كان له الفضل بعد الله تعالى في دعم مسيرة القرآن الكريم ما ساهم خلال الخمسة عشر عاماً الأخيرة في تخريج نخبة من القراء المتقنين المتمكنين من مراكز تعليم القرآن الكريم انتهينا من المرحلة الأولى لمسابقة القرأة العالمي في دورتها الثالثة وتم الإعلان عن نتائج المتسابقين الذين تأهلوا من المرحلة الأولى للمرحلة الثانية وستستمر هذه المرحلة المرحلة الثانية حتى 18 من شهر فبراير القادم بلغ على المتسابقين الذين شاركوا في هذه الدورة أكثر من 9200 متسابق من 81 دولة تم تحكيمهم من قبل 55 محكم موزعين على فرعي أحكام التجويد والصوت واللافت في الموضوع أن عدد المؤسسات القرآنية المشاركة في هذه الدورة أو التي سجلت حديثاً في هذه الدورة زاد عن 55 مؤسسة قرآنية وهذا يدل على أن مسابقة القرآن العالمي بدأت تحظى باهتمام كبير من قبل المؤسسة القرآنية كذلك من قبل القراء والمشاركين في مختلف الفروع لازلتية ما بعد إضافة فرع جديد في المسابقة اللي هو فرع القارئ الصغير إن شاء الله عز وجل ستكون المرحلة الختامية في شهر أبريل القادم وسيتم فيها إجراء التصفيات على المتأهلين في المرحلة الرابعة والخامسة وكذلك سيقام الحفل الختامي لتتويج الفائز أو الفائزين بلقب القارئ العالمي في هذه الدورة